السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بينا أنه لا يجوز للمؤمن إذا لقي رجلا جالس في المسجد أو في المجلس أو في السوق يأتي ويقيمه ويجلس مكانه هذا لا يجوز والحديث واضح في النهي عن ذلك المسألة الثانية لو قام الرجل اللي في المجلس بنفسه يعني واحد دخل المجلس مثلا من كبار الحي أو مثلا كبير في السن أو كبير في القدر أو في العلم فلما دخل قام أحد الشباب قال لا يجلس مكانه هذا لا يضره لا يضر هذا الشاب أن يقوم من مكانه ويجلس هذا الشخص مكانه لكن كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجلس في المكان إذا قام أحد منه لا يجلس قال بعض أهل العلم هذا من ابن عمر رضي الله عنهما تور عنه الأمر الذي يليه المؤمن يجلس حيث انتهى به المجلس وحيث انتهى به المجلس يجلس سواء كان صدر المجلس أو أسفل المجلس أو يعني المهم أنه إذا دخل المسجد أو المجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس في طرف الصف في المسجد وجد فرجة يسدها ولا يقيم أحد لا يحق له أن يقيم أحد ويجلس مكانه طيب ورد أثر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا حيث ينتهي به المجلس فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء أحدهم إلى المجلس لم يتكلف المجلوس في المقدمة أو في مزاحمة ومضايق أهل الجالسين لا وإنما يجلس حيث انتهى به المجلس المسألة التي تليها كما ذكرنا أن الرجل إذا قام من المجلس وجلسك مكانه هذا لا بأس به لكن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يفعل هذا تورعا وذكرنا هذا الأمر نعم وهذا الحديث حقيقة فيه يعني أدب يعني ينبغي على المؤمن أن يهتم به ومن الأداب في هذا أن الجالسين إذا دخل عليهم الرجل في المجلس سواء كانوا رجال أو نساء إذا دخلت المرأة على النساء أو الرجل على الرجال ووجدوا فينبغي عليهم أن يوسعوا في المجلس ويتفسحوا نعم و يعني حتى يجد القادم مكان فإن حصل عليهم ضرر من التوسع فلا يلزمهم ذلك لكن من حسن المعاملة يعني أن يعتذر لهذا القادم حتى ينصرف وهو طيب النفس فلا يكون في خاطره شيء المسألة التي تليها إذا ألف الإنسان مكان يعني أنتم تشوفون الآن بعض الحين في المسجد واحد يألف مكان يبيع فيه أو هذا بر المسجد داخل المسجد يألف مكان يجلس فيه يحفظ في قرآن مثلا في مثلا عموما فإذا ألف المجلس أو إذا ألف مكانا يجلس فيه دائما فقال القرطبي لا خلونا نرتبها أكثر أن خلونا نتكلم عن المسجد بالذات قبل أن نتكلم عن هذه اللي لا في المسجد السؤال الذي يطرح نفسه هل يحق للمؤمن أن يحجز مكان في المسجد دائما يعني أنا أجي أحط البشت دائما في مكانك هل يصلح اختلف أهل العلم والصواب أنه لا يصلح ولا يحق له لكن إذا كان قيامه الشيء قريب وبيجي فهو أحق به وعلى هذا إذا جاء وقت صلاة الجمعة أو صلاة التراويح والقيام أو مثلا الآن أنت جالس هنا نعم وأردت أن تذهب إلى خارج مسجد دورة مياه كرمكم الله بتكلم بالجوال وبتجي عشر دقائق ربع ساعة وحطيت الكتاب أو النظارة فهذا يحق لك وهذا الذي يفتي به الشيخ محمد بن ثيمين رحمه الله أما أن يأتي ويحجز مكان مثلا في المسجد دائما وباستمرار لا وهذا فيه يعني مضار حقيقة متعددة ولذلك يعني بعض أهل العلم ينكر هذا وبهذا يتبين أن المؤمن إذا جاء إلى المسجد وأراد القيام جاء واحد صغير من عياله قال تعالى بك شوي فقام وحط مكان الشيء وراح لما هو أحق بهذا المكان لكن ما يطرع من صلاة العشاء ويحط بشته يقول بجي بك رصات فجر هنا هذا لا يصلح هذا يتسمى مسألة التحجير في المسجد واضح يا أخوان مسألة التحجير تسمى مسألة التحجير عموما ثم إذا وجدت أو تحجر المكان يعني هنا يسبب يغار للصدور يسبب يعني تساهل من اللي حجر له مكان أنه يجي بعد الفجر ويحط له البشت ويروح ما يجي إلا أذان الجمعة إذا دخل الخطيب ويتخطى الصفوف يكون فيه نوع من الضرر في هذا الباب لكن كما ذكرت التفصيل كما ذكرت لكم طيب المسألة التي تليها لا يجوز التفريق بين اثنين إلا بإذنهما قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما قال بعض أهل الألم أن يفرق بين اثنين بأن يقعد وسطهما إذا كان بينهما كلام يقعد وسطهما إذا كان بينهما كلام أما مثلك الآن جالس هنا وأنت جالس هنا وجاء واحد جالس هنا ما يضره ما يضره طيب طيب هنا حديث قال حنا نود أن نرجع الحديث الإثم وحاك خلنا نمشي شوي نكمل شوي بنرجعنا إن شاء الله قال استحباب العقل أصابع بعد الطعام عن ابن عباسي رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها أو يلعقها رواه المتفق عليه طبعا هذا الحديث حديث عظيم هذا الحديث يقضي على كثير من الإسراف اللي في المطاعم شفت الإسراف اللي في المطاعم هذا هذا يقضي عليه الحديث ينهي إذا كان الباقي اللي في اليد ما تبقي ها إذا أكل أحدكم فلا يبقي شيء في اليد نعم وإذا كان الأكل مما يلصق في اليد لا تبقيه تلعقه فما ظنك بطعام اللي يطيح في الأرض ويبدد وضح ولذلك هذا الحديث يعطي منهج للإنسان طيب قال فلا يمسح يده لا يزيل أثر الطعام بمنديل أو غيره أو خرقة حتى يلعقها يلحسها برسانه أو يلعقها للتنويع يلعقها غيره نعم مثل عندك طفل صغير تلعقه الطعام واللعق هو تتبع ما عليها من طعام برسانه قال لأنه لا يدري في أي طعامه البركة نعم المسألة التي تليها لعق الأصابع سنة وينبغي عليه أن يلعقها ولا يمسحها منديل فإذا لم يلعقها حتى يعني يحافظ على بركة الطعام إذا لم يلعقها طبعا القول بالاستحباب هو قول جمهور أهل العلم إذا لم يلعقها ومسحها بمنديل فهذا أحسن من أن يغسلها في المغسلة فيكون باقي الطعام يروح مع الأماكن القدرة نعم ذهب بعض أهل العلم إلى أن لعق الأصابع فرض ابن حزم يرى أنه فرض فقال وما سقط من الطعام ففرض أكله ولعق الأصابع بعد تمام الأكل فرض ولعق الصحفة إذا تم ما فيها فرض نعم هذا رأي ابن حزم لكن على كل حال اليوم بعض المسلمين بل كثير من المسلمين تساهل في هذا الباب تجد أنه يأكل بدادي يطيح في الأرض ما يهتم نعم ومن جهة ثانية لا يهتم بما بقي في يده ولا يأبى بذلك وهذا غلط هذا بلا شك أنه غلط فضلا عن الإسراف الموجود في الطلب إذا أراد أن يأكل تجد أنه يسرف في الطلب ويأخذ يطلب أكثر من قدره هذا يا أخوان يعني غلط حقيقة كبير يعني لا بد من الانتباه في هذا الباب فإذا كان نبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بلاعق الأصابع فكيف الإنسان يعني يأتي ويأخذ مثلا صحا ويصير الأكل فيه مليان ولا يأكل منه إلا شوي نعم طيب المسألة التي تليها ذكرنا مسألة غسل اليدين من الفوعد التي ذكرها الشيخ البسام رحمه الله في كتابة توضيح الأحكام قال جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وتمضمض وقال إن له دسما قال في الأداب الشرعية لذلك ينبغي أن يتمضمض بعده بالماء من كل ما له دسم من كل ما له دسم لتعليله صلى الله عليه وسلم طيب قال عن أبي هريرة بعض أداب السلام ترى بنرجع للحديث هذاك راحت سأل الله يجيب لخير يسلم لا لحس لا 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 هو لحس الطعام نعم وهذا الحديث طبعا يعطي إشارات عظيمة يعني بعض الناس الآن لما تجي يقول ليش مثلا اللعق هو لا يفهم أن قضية اللعق تعطي منهج يعني إذا كان باقي بعض الرز مثلا في اليد هل ستضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى شيء نعم هل يجي الواحد يحط قدامه بداد في الصفرة بالصورة التي نراها ولذلك ترى هذا الحديث حديث عظيم ويعطي منهج عظيم ثم هناك أيضا شيء يعني مهم وهو البركة الواحد ما يدل وين البركة فيه ببعض الأحيان يأكل ويأكل لكن قد تكون البركة في آخر ما يلحسه من من يده نعم قالوا عن نبيه ريرا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير هذا الحديث طبعا في رواية لمسلم والراكب على الماشي ليسلم اللام لام الأمر ولفظ الصحيحين يسلم لفظ الصحيحين يسلم المسألة التي تليها الصغير مأمور بالسلام على الكبير وذلك لأجل حق الكبير ولأن الصغير مأمور بتوقير الكبير والتواضع له والصحيح من قوله يا أهل العلم وجوب رد البالغ إذا سلم عليه الصبي وهذه مسألة مهمة وهي أن أولا بعض الأحيان الصغير يسلم على الكبير فلا يرد عليه الكبير وهذا غلط يجب عليها أن يرد إذا سلم عليه ولو كان صغير ولذلك الله جل وعلا يقول فحيوا من مثلها سواء حياكم صبي أو بالغ نعم فإن بدأ الكبير بالسلام على الصغير حاز الكبير الفضيلة في السلام وأدرك صفة التواضع طبعا الصغير غير مكلف فلا يلزمه الرد هنا الصغير غلب الكبير ولا لا هنا الصغير غلب الكبير المسألة التي تليها أن النبي صلى الله عليه سلم كان كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم ويبغي على المؤمن أن يقوم بهذه السنة لا يحتقر الصغار ما يسلم عليهم لا النبي صلى الله عليه سلم كان يفعل ذلك مر على غلمان فسلم عليهم نقل النمو اتفاق العلماء على استحباب السلام على الصبيان طيب المسألة التي تليها الصغير سنن يسلم على الكبير المسألة التي تليها الحديث دليل على أن المار مأمور بالسلام على القاعد تشبها له بالداخل على أهل المنزل لأن هذا جالس وهذا واقف هذا ماشي فيسلم الماشي على القاعد المسألة التي تليها الحديث دليل على أن العدد القليل مأمور بابتداء السلام على العدد الكثير وواضح فيه قال والقليل على الكثير فإذا ورد على قعود أو قاعد فإن الوالد يبدأ بالسلام على كل حال سواء كان صغير أو كبير قليل أو كثير كذلك الراكب يسلم على الماشي لأن الراكب يكون متعاليا نعم على الماشي أو معتليا يعني الشيء طيب هنا إذا عكس وما نقل يسن أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير الماشي على الجالس الراكب على الماشي إذا عكس بأن سلم الكبير على الصغير والكثير على القليل والقاعد على الماشي والماشي على الراكب حصلت السنة الإشتراك في الأمر بإفشاء السلام لكن الأول أكمل في السنة بلا شك الأول إيش أكمل في السنة كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس معنى ذلك أنه إذا لم يسلم عليه وأنا جالس أني ما سلم عليه أو هو أصغر مني مر عليه أنا ما سلم عليه لا ينبغي أن تقام الشعيرة هذا الذي ينبغي طيب ذكر بعض أهل العلم بعض الحكم في هذا فقال سلام الراكب على الماشي حتى يحمل السلام الراكب على التواضع وعدم التكبر والماشي على القاعد قالوا لشبهه بالداخل على أهل المنزل قليل على الكثير لحق الكثير فحقهم أعظم المسألة التي تريها السلام على الأيقاب أو المستيقظين في موضع فيهن يعني شوف سبحان الله الكلام على الحياة الاجتماعية التي تكلمنا عنها في بداية الدرس النبي صلى الله عليه وسلم كان منهج عجيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه القضية أعطى درس ولذلك يعني كان يسلم سلاما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان وحديث المقداد قال كنا نحتلب فيشرب كل إنسان مننا نصيبة ونرفع النبي صلى الله عليه وسلم نصيبة فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع أهل أقضان طيب قال باب ما جاء في السلام على الجماعة وردهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزء عن الجماعة أن يرد أحدهم طبعا هذه مسألة كبيرة وهي إذا سلم واحد وحن جماعة هل يكفي يرد واحد ولا اثنين وإذا قدم جماعة وسلم بعضهم هل يكفي الحديث هذا حديث عليه رضي الله عنه حديث حقيقة ضعيف ضعف ابن حجر تكلم فيه الدار قطني وضعف جمع من أهل العلم ولذلك بعض أهل العلم يعني لكن بعض أهل العلم صحح الحديث وعمل به لكن الصواب أنه ضعيف ليس بصحيح الصواب أنه ضعيف وليس بصحيح وكما ذكرت لكم أن بعض أهل العلم يرى صحة الحديث ويرى العمل به والذي والذي يظهر والله أعلم أن الحديث يعني كما ذكرت لكم أنه ضعيف ولذلك فإن الأصل أن المسلم يسلم بنفسه ويرد بنفسه خاصة إذا كان الشخص مقصود يعني بعض الأحيان يكون شيخ القبيلة أو الأمير أو العالم أو غيره هو جالس الآن وجاين الناس داخلين عليه ويسلمون عليه والناس موجودين فهو الآن تقريبا السلام متوجه له لا بد أن يرد السلام لا يقول أنه والله رد فلان ولا علان لأنه مقصود بالسلام قال ذاب النهي عن السلام على أهل الكتاب وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لما قال عنه قال عن علي يعني قال عن علي رضي الله عنه في النسخة عنه عندكم عنه يعني عن من عن علي رضي الله عنه لكن هل هو صواب عن علي أو لا بيجي شاء الله عن علي رضي الله يعني وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطرهم إلى أضيقه هذا الحديث رواه مسلم لكن من طريق عبد العزيز الدراوردي يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله نعم مرفوعا هنا قال عن علي قال عنه هنا قال عنه ونسخ البلوغ وظاهره أنه من حديث علي رضي الله عنه لأنه هو الذي قبله هكذا موجود في النسخ قال عنه لكن الله أعلم هذا وهم من الحافظ من حجر ولا من النسخ لأن صحيح الحديث لأن هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا رجعت صحيح مسلم تجد عن أبي هريرة رضي الله عنه وليس عن علي رضي الله عنه نعم نبه على هذا الوهم جمع من أهل العلم خاصة لاحظ ترى بن حجر يبدو أنه يكتب شيء يختصر يعني مختصر ولذلك من الطبيعي أنه يكتب قد يكون ابن حجر ذكر حديث بين مثلا في البداية بين حديث علي رضي الله عنه وبي هريرة رضي الله عنه هذا ثم أزال يعني وجود الخطأ في النسخ وارد لكن هذا خطأ يعني ليس خطأ هذا خطأ يسمى خطأ واضح يعني يعني ما يحتاج من وضح طيب لكن في بعض الأحيان قد يأتي مثلا لفظ للحديث لفظ للحديث يراجع فيه مثلا سنن بعض الكتب الحديث ما يجد هذا الشخص فما يستعجل يقول ترى من موجود لأن يحتاج هذا إلى سبر كبير لكن لما يقول ابن حجر والله رواه مسلم عن علي رضي الله نرجع لمسلم ونقلب في مسلم ونجد أن الحديث لا هذا واضح فيه خطأ يعني ابن حجر إما نسي ولا النساخ نسي نعم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطرهم إلى أضيقه هذا الأصل في النهي للتحريب فلا يجوز أن يبدأ اليهود والنصارى والكفار بالسلام نعم ولأن السلام عليهم سبب للتحاب معه وهذا لا يجوز محبة الكافر لا تجوز قال صلى الله عليه وسلم من أحب قوما حشر معهم وفي الآية إن الله لا يحب الكافرين الله جل وعلا لا يحب الكافرين فلا يليق بمؤمن أن يحب الكافر إذا كان الله جل وعلا لا يحب الكافر فكيف يأتي المؤمن ويحب الكافر لا تجتم ولذلك قال إبراهيم عليه السلام قد كانت لكم سوة حسنة في إبراهيم والذين معاه إفقال لقوم إن أبرع ومن كم ما تعبدون من دون الله كفر نا بكم وبد بيننا وبين كم العداوة والمغضاء وابدا حتى تؤمن الله وحده طيب فلا يجوز بدء اليهود والنصارى بالسلام المسألة التي تريها إذا اضطر يعني الإنسان مثلا إلى مقابلة الكفار والنقاش معهم في الشركة مثلا أو مثلا كان عنده عمل في الخارج نعم أو غيره واضطر إلى أنه يقابل معهم وقال لنا كيف أتقابل معهم نقول إذا وجد الاضطرار حين وقلت له مثلا فأيت بكلمة تختلف عن السلام السلام تحية المسلمين السلام تحية المسلمين كيف أمسيت مثلا كيف أصبحت ومن هذا القبيل أما السلام لا تحية المسلمين وهذا عند الاضطرار يقول بعضها لان طيب المسألة التي تليها بعض بعض الناس يقول بس ليش ما سلم عليهم ليش نقصيهم من هل قبيل هذه عبارات هذه حادثة لا يجوز أن يعترض بها على دين الله هذا الجواب الأول ما يجي واحد يقول والله هذا إقصاء ولا من هالقبيل ترى ما يجوز للإنسان أن يعترض على دين الله بعبارات حادثة زي هذه وإنما الواجب أن يستمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني السلام أصلا على الكفار بتحية السلام فيه ذهاب يعني اليهود حسدون على السلام اليهود حسدون على السلام قد روى الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين ولذلك ما يجي واحد يتساهل بهذه التحية ويسديها إلى الكفار لا يجوز له هذا الأمر وتجد اليوم البعض لا يفرق بين التحية على الكافر للكافر والتحية للمسلم و يجب على المؤمن الحذر في هذا الباب والله جل وعلا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف أم نجعل الذين آمنوا وإمنوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار المسألة التي تليها إذا سلم شوف مسألة التعامل مع الكافر هذه جاءت بها الشريعة يتعامل مع الكافر لكن فيه ضوابط في التعامل ولابد من البراءة من الكافر نعم الكافر موجود نعم فالتعامل معه هذا موجود في الشريعة يعني كون تبيع تشتري معه هذا لا يضر تتكلم معه هذا لا يضر أما أن تتخذه بطانة صاحب صديق خليل لا ما يصلح وضح يا أخوان إذا سلم عليك فالنبي صلى الله عليه وسلم موجه قال وعليكم فلا يجوز للمؤمن أن يأتي ويقول أنه نرد عليهم كما نرد للمسلم لا يحقلها أبدا طيب المسألة التي تريها هل يرد على الكافر إذا حي الجواب نعم يعني كون أن ما نرد عليه بي وعليكم السلام ليس معنا أننا لا نرد التحية لا تحية ترد وإذا حييتم بتحية فحيوا إيش بأحسن منها أو أو ردوها المسألة التي تليها النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز توسعة الطريق لليهود والنصارى بل نضطرهم إلى أضيق الطريق لماذا؟ لأن فسح الطريق لهم نوع إكرام لهم وهم لا يستحقون ذلك هم تركوا أعظم حق وأوجب حق وهو توحيد الله جل وعلا والمقصود في هذا يعني حال المشي على الأقدام وليس حال المشي بالسيارة ونحوها فهذا لا يرد والمقصود أن الطريق إذا كان لا يتسع إلا لواحد فما تخليه يمشي الطريق لك فاضطروهم من أضيقه وضح ولذلك قال بعض العلماء أن هذا التقييد هذا التضييق مقيد بحيث لا يقع الذم في ضرر لا يقع في ضرر كان يقع في حفرة أو يصطدم أو ما شابه ذلك الحديث يراد به أن يكون المسلم في صدر الطريق أن يكون المسلم في صدر الطريق فإذا كان الطريق ضاق في زحام الطريق ضيق فيركب المسلم صدر الطريق ويكون الكافر في أضيقه فإن قال بعض العلماء فإن خلت الطريق من الزحام أو كانت واسعة فلا بأس ولذلك ليس معنى الحديث أننا إذا كنا في طريق واحد ولقينا الكفار أننا نرصه مع الجدار لا ليس ليس هذا المراد وإنما المراد أن يكون المؤمن في صدر الطريق نعم ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني منهج في هذا الباب واضح صلى الله عليه وسلم ولذلك الصحابة رضي الله عنهم في وقتهم يعني كانوا يرون اليهود في المدينة لم يأتي أنهم ذهبوا يعني يرصون الاجدار أو ما شابه ذلك وإنما كما ذكرت لكم في التفصيل الماضي المسألة التي تليها إذا كان المكان فيه مسلمين ومشركين فهل تسلم عليهم جواب نعم وتقصد المسلمين الجواب نعم وتقصد المسلمين وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدت الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وفي مجلس بالرواحة عبد الله رضي الله عنه يعني فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله جل وعلا والابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار هذا مجمع على جوازه هذا مجمع على جوازه كما نقل النووي بعض الأخوة يتساءل يقول هل يقال لجماعة فيهم مسلمون وكفار يقال لجماعة فيهم مسلمون وكفار عند السلام السلام على من اتبع الهدى الجواب لا لا يقال السلام على من اتبع الهدى جماعة فيهم مسلمون وكفاظ ما يقال لهم هذا وإنما يسلم عليهم كما سبق طيب نود أن نرجع الحديثنا لا يروح الحديث اللي قبل اللي فوتناه علشان الوقت حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر انتبهوا نحن قلنا في بداية الدرس أن الأدب يختلف عن حسن الخلق قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر النواس من سمعان وسألته عن الإثم فقال البر حسن الخلق البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أولا هذا النواس بن سمعان الكلابي البر اسم جامع للخيرات شوف عندنا الآن كم لفظ بر وحسن الخلق عندنا نفر وعندنا الأدب هناك خلونا من الأدب عندنا البر وحسن الخلق البر قبل أن نذكر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له البر بكسر الباء اسم جامع للخيرات من اكتساب الحسنات واجتناب السيئات ولذلك قال ابن تيمي رحمه الله لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به طبعا هذا من ناحية الأصل وإلا يطلق البر على ما يقابل العقوق فيفسر بالإحسان والصلة إلى الوالدين يعني لما يشوف واحد برب والديه عند الصلة هذا يسمى بر وقد يأتي البر مقرونا بالتقوى كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فيكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان معاملة الخلق بالإحسان وبالتقوى معاملة الخالق بفعل طاعته واجتناب معاصيه طي وقد يكون المراد بالبر فعل الواجبات وبالتقوى واجتناب المحرمات ولذلك يعني كلمة البر كلمة مهمة يراد بها عموم ما أمر الله به وما يريده الله جل وعلا من الأعمال يقول السعدي رحمه الله البر والتقوى لله إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر فإنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله ظاهرا وباطنا وترك ما يكراه الله ورسوله ظاهرا وباطنا وإذا جمع بينهما نحو تعاونوا على البر والتقوى فسر البر بالقيام بعقائة الإيمان وأخلاقه وأعمال البر كلها القاصرة والمتعدية وفسرت التقوى باتقاء ما يسخط الله من الكفر والفسوق والأصيان أظن وضحت واضح أو لم يواضح طيب هنا نأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق هذا جواب موجز جواب موجز لكن قال حنا الآن فسرناه قلنا أنه أعمال الخير النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق كلام واضح طيب هذا الجواب جامع موجز يحتمل إيش يحتمل أمرين الأمر الأول أن حسن الخلق أعظم البر هذا هو الأمر الأول يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش الحج عرفه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حسن الخلق البر حسن الخلق أن حسن الخلق أعظم خسال البر يعني ترى اللي ما عنده حسن الخلق اللي ماذا جاء عرفه ما جاء الحج الأمر الثاني أن إن لم يرد به هذا نعله يراد به الثاني أن حسن الخلق جامع لجميع أنواع البر أن حسن الخلق جامع لجميع أنواع البر فيفسر حسن الخلق بالتخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بأداب الله التي شرعها لعباده قال بعض العلماء بأن حسن الخلق هنا هو حسن الخلق مع الله ومع عباد الله لأن الرسول لم يقيد ذلك بأنه حسن الخلق مع الناس فشمل حسن الخلق مع الله وهو أن تتقبل أوامره بالراحة والسرور والانشراح سواء كانوا من المنهيات أو من المأمورات فلا تتضايق من أوامره لا يكن في صدرك يحرجوا منه نعم وإنما يتلقى الأوامر بانشراح صدر أما حسن الخلق في معاملة الخلق فقال بعضهم هو بذل النداء وكف الأذى وطلاقة الوجه هل يدخل بر الوالدين في حسن الخلق أجوب نعم وهل في أحد يعقب والدي هل عندي حسن الخلق نعم لا شك أن بر الوالدين يدخل في حسن الخلق هنا مسألة مهمة بعدما بينا مسألة البر حسن الخلق ما معنى حسن الخلق يظن كثير من الناس أن حسن الخلق هو لين الجانب فقط وهذا غير صحيح لين الجانب ليس هو حسن الخلق فقط هذا قصور في تعريف حسن الخلق هذا قصور لأن حسن الخلق أوسع من هذا بكثير ولذلك يعني حسن الخلق هو الاتصاف بصفات المؤمنين والمؤمنات التخلق بأخلاقهم وكذلك حسن احتمال الأذى وكما ذكرنا حسن الخلق مع الله في أن يفعل ما فرض عليه بطيب نفس من شرح الصدر ينتهي أما حرم الله راضياً غير متضجر يقول وحسن الخلق مع الناس يعني فسره ابن المبارك طلاقة الوجه وبدل المعروف وكف الأذى المسألة التي تليها كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن يتأدى بأداب القرآن فيعمل بأوامره ويتجنب نواهيه فصار العمل بالقرآن له خلقاً كالجبلة والطبيعة لا يفارقه ولا شك أن هذا هو أحسن الأخلاق وأشرف الأخلاق وأجملها وقد قيل إن الدين كله خلق وبهذا يتبين مفهوم مهم وهي أن الملاطفة في الحديث الملاينة ليست هي حسن الخلق كما يفهمه البعض تجد أن الإنسان بعضهم يعني يخالف شريعة الله جل وعلا لكن عنده لين جال هذا ليس حسن الخلق هذا شيء من حسن الخلق جزء منه وإنما حسن الخلق هو القيام بصفات المؤمنين والمؤمنات والاتصاف يعني بما أمر الله تبارك وتعالى به والانتهاء عما نهى عنه قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك الإثم الذنب بجميع أنواعه ما حاك في صدرك تردد واختلج في صدرك فأثر في القلب اضطرابا وقلقا ونفورا بحيث لم ينشرح له الصدر ولم يطمئن إليه القلب حاك تردد تحرك به الخاطر نعم صار شديد على الإنسان لا يحب أن يفعله في بداية الأمر وكرهت أن يطلع عليه الناس المراد الكراهة الدينية والمراد بالناس أهل العلم والدين والفضل وليس الصغار وليس كذلك لا المراد يعني بذلك أهل العلم والدين والفضل النبي صلى الله عليه وسلم أحاله إلى هذا الإدراك القلبي أو على هذا الإدراك القلبي لما علم من جودته وحسن قريحته وتنوير قلبه طيب هنا كلمة عظيمة نقلها يعني الشيخ البسام في الشيخ أحمد حجازي قال النفس لها شعور من أصل الفطرة بما تحمد عاقبته وما بما تحمد عاقبته وما تدم عاقبته ولكن قال 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 قوله وكرهت أن يطلع عليه وجوه الناس وماثلهم الذين يسخرون منه وذلك أن النفس لها شعور من أصل الفطرة بما تحمد عاقبته وما تذم عاقبته ولكن غلبت عليها الشهوة حتى أوجبت لها الإقدام على ما يضرها هذه كلمة عظيمة نعم النفوس تعلم أن الخمر خطأ شربه حتى لو كانوا في الجاهلية ويعلمون أن هذا يضر بعقوله يعلمون أن الزنا يهدم الأسرة لا يبني البيت يعني الآن واحد لو فعل الزنا ما يخاف منه يخاف تحمل صح لكن لو تزوج أول شي يبحث عنه الولد ولذلك الفطرة الإنسان عنده فطرة يعلم أن الحق خير من الباطن الصدق خير من الكذب العدل خير من الظلم الإحسان خير من الإساءة ها فالنفس لها شعور لا أثر له أثر لكن المصيبة إذا غلبت على الإنسان الشهوة ومن أخطر الأمور إذا أراد أن ينكس أو أراد أن ينكس الفطرة اتباع لشهود فهمتوا يا أخوان هذه من أخطر الأمور قل لا لو قيل له جاء وناقش جلس ساعة كاملة وقال لك ترى الخمر حلال قل طيب أنا أبسك سؤال لو شفت أولدك مثلا عمره عشر سنوات مع الخمر تبتخلي مع خمر ما رأيكم بيوافق ها ما يوافق يبين يناقش كزينة ليش حرام قل له طيب خلي بنتك عمره عشرين سنة تروح تزني ترضى ليش ما ترضى لا ها أنت تعرف أن هذا غلط فيه نداء في الفطرة معروف وضح يا أخوان طيب لكن الزواج يقول وين نبحث عن الزوج الصالح أليس كذلك ها ولو في المقابل الخمر مثلا الطعام الطيب يبحث عنه ويرغب فيه طيب هنا من المسائل أن المؤمن إذا جاءت المسائل الشرعية ولم يجد هناك نص ووجد في نفسه حرج فينبغي عليها أن يتريث حتى يطمئن قلبه في المسألة فيعمل بها طيب من فوعد الحديث أن الرجل السليم القلب الصحيح المنهج يكره أن يطلع الناس على عيوبه لقوله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن يطلع عليه الناس أما الرجل الذي لا يستحي ولا يبالي فهذا لا يبالي هذا لا يبالي هنا مسألة مهمة وهي حينما يكون هناك في الصدر تردد أو من هذا القبيل لكن النص موجود فالواجب اتباع النص ولا يلتفت إلى ما يحيك في النفس واضح لا يلتفت إلى ما يحيك في النفس وإنما يتبع النص من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي على المؤمن دائما أن يحذر من الوقوع في الشبهات النبي صلى الله عليه وسلم أعطى منهج واضح قال كم بقي من حديث غير هذا كم دل الحديث على أن قال روى أبو نعيم بسندها أن يكرم أنه قال كانوا يرون حسن الخلق عونا على الدين المسألة الأخيرة دل الحديث على أن الإثم علامتين علامة داخلية وهي ما يتركه في النفس من قلق واضطراب وعدم اطمئنان إلى حله وإقدام على فعليه وعلامة خارجية وهي كراية الطلاع وجوه الناس وأخيارهم عليه نعم خشتان يذم ويلام على فعله الحديث الذي يليه قال عن أبي هرير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطز أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصبحوا بارك الحمد لله أل هنا الحمد أل هنا للاستحقاق فالحمد يعني الله جل وعلا هو المستحق للحمد حقيقة الحمد هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه الله المألوح المعبود محبة وتعظيمه شوف الحمد هو الذي هو الثناء على الله مع المحبة والتعظيم انتبه ليس المحبة فقط بدون تعظيم وبدون ثناء وليس ثناء بلا محبة الثناء بلا محبة أو شي سمى مدح والمحبة بلا ثناء سمى محبة لكن المراد هو الثناء على الله مع المحبة وإيش والتعظيم وليقل له أخوه وأصاحبه أخوة الإسلام يرحمك الله يحتمل أن تكون جملة خبرية لفظا إن شائية معنى فيكون مراد بها الدعاء بالرحمة يعني المراد والله أعلم هو الدعاء الدعاء بمعنى الطلب يعني اللهم ارحمه والرحمة بها حصول المطلوب وزوال المكروه طيب فليقل مقابل الدعاء بمثله ومكافأة الجميل قوله يهديكم الله يرشدكم الله إلى ما يحب ويرضاء ويثبتكم ويسددكم ويعينكم ويصلح بالكم البال هو الحال البال هو الحال تقول ما بالك يعني ما حالك والمعنى يصلح حالكم وشأنكم وقيل البال القلب يعني يصلح قلبكم تقول خطر ببالي يعني بقلبي وقيل البال رخاء العيش يقال هو رخي البال والمعنى الأول أنسب لعمومه ما بعده طبعا العطاس له أثر هو نعمة من الله هو نعمة من الله جل وعلا وانحباس العطاس عند الإنسان يحدث خمول في الجسم يحدث خمول في الجسم أما خروجه فيحس العاطس بعده بخفة في بدنه لذا يعني استحب للعاطس أن يحمد الله جل وعلا أن سهل خروج هذه الأبخرة من جسمه فيقول السامع يرحمك الله ثم يجيب العاطس يهديكم الله ويصلحوا باركم نقل النووي رحمه الله أن يعني أولا الحديث دليل على أن العاطس مأمور بحمد الله وجاء في الحديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب لأن العطاس دليل على النشاط والتثاؤب دليل الكسل قد نقل النووي رحمه الله الاتفاق على أن الحمد على العطاس مستحب و على كل حال النألام هنا للأمر لكن جمهور أهل العلم على أنه سنة وقال بعض أهل العلم بأنه واجب والقول بالوجوب قول قوي المسألة التي تليها الحديث دليل على أن من سمع العاطس يحمد الله جل وعلا فإنه مأمور بأن يقول له يرحمك الله ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فحق على كل مسلم أن يشمته وقد قال بالوجوب العيني الظاهرية وبعض المالكية ومنهم ابن العربي قال ابن القيم وهو الصواب للحديث الصريحة الظاهرة في الوجوب من غير معارض القول الثاني أن تشمية العاطس فرض كفاية كرد السلام وهذا قول الحنفية والحنابلة قال ابن حجر وهو الراجح من حيث الدليل قول الثالث أنه مستحب وهذا قول الشافعية وهذا قول الشافع وبعض المالكية وكما ذكرت لكم يعني ظاهر الأمر يعني قال بعض أهل العلم أن ظاهر الأمر للوجوب والقول الأول قول قوي قول ابن القيم وغيره ولذلك ينبغي على المسلم إذا عطس عنده أحد فحمد الله أن يشمت قال في الحديث فحق على كل مسلم أن يشمت إذا سمع كل مسلم سمع طيب المسألة التي تليها أن العاطس يجيب بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم العبارتين كلها بعضهم يكتفي بالعبارة الأولى لا نقول خلى العبارتين تكلمنا فيما مضى عن إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمد المسألة التي تليها أنه يشمت مرة واحدة فإذا زاد زاد فإنه يعني كما جاء في الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مسكوم استكلمنا عن هذا فيما مضى طبعا جاءت بعض النصوص تفيد أن العاطس يشمت يشمت ثلاثا جاءت بعض الأحاديث في هذا المسألة التي تليها أن ينبغي للعاطس أن يخفض صوته بالعطاس ولا يرفعه لألا يزعج أعضاءه أيضا ينبغي عليه أن يغطي فما هو وجه بيده أو بثوبه أو بأي شيء آخر عند العطاس لألا يخرج من فمه شيء يؤذي الجالسين قد ورد عن أبي هرير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على جبته وخفض أو غض من صوته رواه بداود فعلى حديث حسن صحيح أيضا ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يحذر من أن يلوي عنقه يمينا أو شمالا صيانة لجريسه لأنه قد يتضرر بذلك فإنه لا يأمل الالتواء هذا نقله بعضهم عن كتاب عارضة الأحوذي والمطلوب أن يغض الصوت وليس كتم العطاس وإنما يغض الصوت من المسائل استحباب كظم التثاؤب وهو من الشيطان والكظم قد يكون عن طريق التحكم بالفم ومنع من انفتاحه وقد يكون بضغط الأسنان وقد يكون بوضع اليد والثوب على الفم ونحو ذلك طي الحديث الذي يليه باب ما جاء في الشرب قائما أحد عندي السؤال قبل ما في سؤال باقي دقي على ذان ولا لا كافر في هو هو حمد الله ما عليك ترك كلام إذا المسلم إذا عطس في حمد الله أما كافر لا ما لا ولا يدعال بالرحمة نعم سم الذي يظهر أن الأمر عيني لكل الموجودين يشمت قال لا يشرب أن أحد من قال باب ما جاء في الشرب قائما قال رسول الله صلى الله سلم حديث الذي راح بريره عنه رضي الله عنه قال وعنه قال رسول الله صلى الله سلم لا يشرب أن أحد من قائما رواه مسلم هذا الحديث فيه الدلال على النهي عن الشرب قائما لكن ليس للتحريم وإنما هو للكراهة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من غير ضرورة والمحرم لا يجوز إلا لضرورة فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من غير ضرورة دل على أن النهي ليس للتحريم ولهذا كان الصحيح أن الشرب قائما مكروه لكن كراهته شديدة وليس محرما بمعنى أن يأثم النساء طيب إذن النهي كما ذكرنا لا نقول أنه للتحريم لكن ينبغي على المؤمن أن يشرب أن لا يشرب وهو قائم وذكرنا التعليل ومن ذلك أيضا مثل إذا كان المؤمن في حج مثلا وزحام وهو واقف مثل عند زمزم نعم الجلوس ربما يؤذيك فلا بأس أن تشرب وأن تواقف جاء عدة حديث حقيقة في النهي عن الشرب قائم روى أنس النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما هذا في المسلم حديث بسيد الخدري رضي الله عنه في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما حديث بحرير رضي الله عنه في مسلم لا يشرب لنا أحد منكم قائما فمن نسيه فليستقي وجاءت بعض الأحاديث تدل على الجواز النبي صلى الله عليه وسلم حديث بن عباس سقيته رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشربه وقائم روى المخاري قال حديث بن عمر كنا على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب قياما ونأكل ونحن نسعى عدد مننا حديث حديث عائشة وسلم بوقاص وغيرهم المقصود أن الشرب واقفا يعني ينبغي المؤمن أن يحرص على أن يشرب وهو قاعد ولا يشرب وهو واقف لكن لا نقول أنه يدل الشرب واقف محرم لكن كما ذكرت يتأكد عن الإنسان أن يشرب وهو قاعد لوجود عدد من الحديث في هذا الباب وكذلك الأكل مثل الشرب ينبغي على المؤمن أن ينتبه ولا يأكل وهو واقف قال باب ما جاء في صفة الانتعال كم بقي عندك من حديث ها أربعة قال رسول الله قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعلى أحدكم فليبدأ باليمين فإذا نزع فليبدأ بالشمال وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ وآخرهما تنزع إذا انتعلى أحدكم لبساً نعم يبدأ باليمين هذه هي السنة والحديث دليل على الاستحباب في الخلع يبدأ باليسار خلع النعم يقدم اليمين لما في ذلك من إكرامها ويؤخر عند الخلع لما في ذلك أيضاً من إكرامها بإبقاء اللباس عليها هل يقاس على النعال ما سواها في مسألة البداء باليمين عند اللبس وباليسار عند الخلع الجواب نعم لأن القياس هنا واضح ظاهر جري فالبدء باليمين عند اللبس وجب إكراماً لها وعند الخلع باليسار إكراماً لليمين أيضاً لتكون هي الآخرة في إزالة اللباس عنها كذلك لو أراد أن يلبس ثوب قميص نعم الفنيلة السروال يبدأ بالمين دائماً الخلع يبدأ باليسار قال النهي عن المشي في نعال واحدة قالوا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعال واحدة ولينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً متفق عليه هذا الحديث يدل على أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على إما أن يكون يلبس النعلين جميعاً أو يخلع النعلين جميعاً أما أن يلبس نعل واحدة ويترك الثانية لا هذا لا يصلح ذكر بعضها العلم علل في هذا وطبعاً هذا الحديث فيه نهي والنهي الأصل أنه للتحريب واختلفوا في علة ذلك قال بعض العلماء لأن النعل شرعت ليقاية الرجل أما في الأرض من شوك أو حجر أو حرارة ونحو ذلك فإذا انفردت إحدى الرجلين بالنعل احتاج الماشي أن يتوقع لإحدى رجلين ما لا يتوقع للأخرى فيخرج بذلك عن سجية مشيته ولا يأمن من ذلك العثار وقيل لأن هذا من باب العدل بين الجوارح وقيل لألا يكون من باب الشهرة فترفع إليه الأبصار وقيل لألا ينسب إلى اختلال الرئيس وضع فيه وقيل لأنها مشت الشيطان إلى غير ذلك يعني ذكر بعضهم أن مشت الشيطان أن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة قال باب ما جاء في الوعيد في من جر ثوبه خيلاء وعنه بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء هذا الحديث يدل على تحريم الإسبال سواء كان الثوب أو البشت أو البنطلون أو السروال أو غيره مما يلبس فلا يجوز إطالة الثوب وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار وهذا يدل على تحريم إطالة الثوب فإذا كان خيلاء وكبر فهذا أعظم حرمة فهذا أعظم حرمة ولا يقيد الأمر بأنه خيلاء أنه لا يحرم إطالة الثوب إلا إذا كان تكبر عن خيلاء هذا غير صحيح لأن أصلا تكبر والخيلاء محرمة لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لكن فإذا لكن المراد المراد إطالة الثوب فإطالة الثوب محرمة وجاء فيها الوعيد وهي من الكبائل قال ففي النار فإذا زاد على ذلك خيلاء نعوذ بالله فهذا ظلمات بعضها فوق بعض نعم وكما ذكرت أيضا الإسبال حتى لو لم يكن خيلاء هو مدعاة إلى إيش إلى الخيلاء والكبر ولذلك يجب على المؤمن الحذر في هذا الباب والنبي صلى الله عليه وسلم وجه يعني قال ما أسفل من الكعبين من الإزارف في النار فقالت أم سلمة فقالت أسماء رضي الله فعلا استغربت أسماء قالوا النساء شي سوون طيب قالت ماذا نصنع يا رسول الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة تخالف ما كانوا ماشين عليه النساء قال ما أسفل من الكعبين من الإزارف في النار يعني كأن أسماء تقول يا رسول الله ترحينا نطول ثيابنا هذا الأصل وترى الكلام الذي ذكرته كيف نتعامل معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا كما في مطال من مالك قالت شبرا إذن ينكشف يا رسول الله قال يرخينه ذراعا ها يرخينه هل فيه امرأة الآن ترخي ذراع ها الله المستعى فإذا كان القدم القدم الذي هو القدم شوف يرخي ذراع عشان ما يطلع القدم فما ظنك بخرج وجه المرأة ها ما ظنك يخرج وجه المرأة طي قال فالإسبال يكون للنساء إسبال الثياب يكون للنساء وللأسف الشديد بعض المسلمات اليوم صاروا يحرصون على القصير وهذا انتكاسة في الفطرة لأن المرأة يعني ينبغي عليها أن تتستر وجمالها في لباسها في سترها وليس بأن تتعرى في لباسها المسألة التي تليها أن الواجب على الرجل أن لا يتجاوز ثوبه الكعب فإذا تجاوز ثوبه الكعب فهو آثم نحن نودنا أن نقرأ لحديث كلها قال الأمر بالأكل باليمين والشرب بها قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كلا حدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب فييمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وهذا يدل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين والحذر من الأكل بالشمال والشرب بالشمال والله جل وعلا نهانا عن اتباع خطوات الشيطان ونهينا عن مشابهة الشيطان وطريقته في بعض في عدد من فلا يجوز لا الأكل باليمين ولا بالشمال إلا لضرورة مثل الإنسان ما يستطيع أن يرفع يده أو لا قدر الله مقطوعة أو مشلولة فهنا الوضع يختلف نعم وينبغي الإنكار على من أكل بالشمال ولا يتساهل في مثل هذا الأمر الثاني أنه ينبغي على المؤمن أيضا إذا أعطى أعطى بيمينه وإذا أخذ أخذ بيمينه ما يعخذ بشماله ويعطي بشماله نعم اليوم يتساهل البعض في هذا قال وأن أمره مشعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن واشرب ولبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة رواه أبو داود وأحمد وعلقه المخاري هذا الحديث يدل على أن المؤمن ينبغي عليه يعني له الحق أن يأكل ويشرب ويلبس ويتصدق لكن لا يسرف ولا يتكبر ويحذر في هذا الباب فإن الإسراف يعني يعني إعطاء الشيء أكبر من حجمه والإسراف فيه هذا غلط وكذلك التبذير وهو وضع المال في غير موضعه هذا محرم حتى قال الله جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والإسراف قال بعض العلماء عم من التبذير لأن التبذير مختص بإنفاق المال في يعني يعني يكون أخص من التبذير ووضع المال وتبذيره في غير موضعه الإسراف مجاوزة الحد المشروع في كل شيء هو يبغى الشيء هذا لكن يتجاوز الحد فيه التبذير لا يبدر الأموال وعليكم السلام السلام والحديث واضح في أن المؤمن له الحق أن يأكل ويشرب ويلبس ويشتري السيارة نعم لكن لا يكون فيه إسراف ولا تكبر وخيلاء انتهى ولا خيلاء فيها سلاة يا أخوان فيها سلاة نقف على هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة